المشاهدين الكرام مستفيدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات لخصصناها لدعم وتقويم مكون تأثير بالقيم هذه الحلقة والحلقة الموالية إن شاء الله غد نخصوهم لدعم وتقويم مكتسباتكم من مصوغة القيم الجمالية والبيئية للهدف منها مشاهدنا هو تعزيز الوعي بأهمية القيم البيئية والجمالية والإسهام في تطوير الطربية الجمالية للمجتمع والارتقاء بملكات التفكير والممارسة الجمالية وطربية الدوق الفني والإحساس الجمالي باعتباره مهدبا للذات والسلوك مشاهدين الكرام مستفيدين الأعزاء كيف معودناكم في هذه الحلقة والحلقات السابقة غد نقوم بتعزيز مكتسباتكم من خلال وضعية والقيمة والقيم عفواً لغد نقوم بها اليوم إن شاء الله هي اللي غد يظهر الآن أمامكم على الشاشة إذن فلنتابع القيمة اللولى لأننا قيمة تذوق الجمال تانياً الإبداع تالتاً النظافة رابعاً النظام وأخيراً إماطة الأذى عن الطريق مشاهدين الأعزاء والسفيدين الكرام إن شاء الله اليوم كيف معودناكم دائماً كنبدأوا بأي حلقة قويمية ودائمة لمكون تأثير بالقيم بالوضعية وهي اللي غد يظهر أمامنا على الشاشة إذن كيف معودناكم غد نقرأ الوضعية بمعنى السياق دي الوضعية والدعمات المصاحبة لها ثم التعليمات دي لها إذن بسم الله على بركة الله فلنتابع في المنتزه جلست سمية بالمنتزه لتقضي وقتاً هادئاً ولتستريح من تعب العمل وبينما هي تستمتع بجمال المكان وتناسق مناظره فجاءها تصرف سيدة تلقي قصور الفواكه في ممر من ممرات المنتزه وكيف ما كتلاحظم على مشاهدنا أن السياق دي الوضعية وبجانبها الدعم الأولى وهي عبارة عن صورة والآن قد انشفوا الدعم الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال رواه الإمام مسلم والآن مستفيدين دي الأعزاء ومشاهدين الكرام قد انتقلوا لشفوق تعليمات دي الهدوضعية انطلاقاً من نص الوضعية ومن مكتسباتي أبين أن النظافة أساس الصحة وجوهر الجمال تعليم التانية أتحدث عن عواقب أدى الطرقات تعليم التالت والآخرة أعبر عن موقفي من السلوكات الآتية بكتابتي أوافق أو لا أوافق عندنا مجموعة من السلوكات مجموعة من الجمل أولاً أتأمل إبداع الله في الكون لأرتقي بذوقي أهتم بنظافة بيتي ولا أبالي بنظافة محيطي أنمي قدراتي لأبدع في عملي وأخيراً أنظم أوقاتي وأرتب أولوياتي إذا المشاهدين الكرام وكذلك المستفيدات وكذلك المستفيدين بينا الأعزاء كيف معودناكم؟ سنرجعوا الآن نشوفوا السياق دي الوضعية وسنطلب من فاطمة تقرنين النص دي هذه الوضعية فضلي فاطمة نعم أستاذ في المنتزه جلست سمية بالمنتزه لتقضي وقتاً هادئاً ولتستريح من تعب العمل وَبَيْنَمَا هِيَا تَسْتَمْتِعُ بِجَمَالِ الْمَكَانِ وَتَنَاسُقِ مَنَاظِرِهِ فَجَاءَهَا تَصَرُّفُ سَيِّدَةٍ تُلْقِي قُشُورَ الْفَوَاكِهِ فِي مَمَرٍ مِنْ مَمَرَّاتِ الْمُنْتَزَهِ اتبارك الله عليك فاطمة أحسنتي إذا المشاهدين اللي يتبعونا في البيوت دي لهم هذا هو النص دي الوضعية دي لنا اليوم بإذن الله تعالى إذا الآن سنتوجه لكم للمستفيدين دي لنا داخل الأستيديو كذلك المشاهدات والمشاهدين دي لنا نشوفوا واشكينا شي كلمة ولا شي عبارة محتاجة للشرح في هذا السياق دي الوضعية وغادي نسول كلتم فضلك كلتم واستد الكلمات كلهم فهمين تبارك الله إذن بما أن الكلمات كلهم فهمة غادي نتقل الآن الدعمة الأولى فضلك كلتم قل لياشنو كتلاحضي في الدعمة الأولى كلاحضو في الدعمة حديقة جميلة تبارك الله عليك هذا هو لك نسميه منتزه والمنتزه هو حديقة أو روضة أو بستان نقصده للتنزه والترويح عن النفس والآن غادي نسولكم اش نفهمتو في النص دي هذه الوضعية وغادي نسول أسية تفضي أسية نعم أستاذ فهمنا أن السومية كانت تقلسها في المنتزه كتتتارح متعب العمل وكتتتعب المناظر الجميلة وفجأة ها تصرف دي السيدة لرمات قشور الفواكه في الطرق تبارك الله عليك أسية فعلا هذا هو لي فهمنا وشنو رأيدي لكم تصرف دي هذه السيدة وغادي نسول أمينة هالتصرف أستاذ غير مقبول ما خاصة ترمي القشور دي الفواكه في الطرق خاصة ترميها في المكان مخصص للنفايات صحيح أمينة فعلا مشاهدين هالتصرف غير لائق وسلوك غير حضاري والحفاظ على نظافة الأماكن العامة مسؤولياتنا جميعا سواء كنا صغار أقول لكم أكبر إذن الآن شنوف نظركم أشنا هي تأثيرات وهذه تأثيرات دي هذه السلوكات على البيئة وهنا دبا غادي نسول خالد فضل خالد نعم أستاذ هذه السلوكات كيلوة البيئة وكتدر بها وكيأثار على جماليتها فعلا أحسنت خالد مشاهدينا فالحفاظ على نظافة المحيط والجمالية دياله هو عنوان الرقي وتحضر المجتمعات والإنسان يقبل يعيش ما يمكنش يقبل يعيش إلا في مكان نظيف وجميل والآن لاحظوا معي الآن هذه الدعمة لغادي نشوفها الآن على الشاشة ديالنا الدعمة التانية إذن نشوف بصرات قرننا هذه الدعمة تفضلي بصرة نعم أستاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال رواه الإمام المسلم أحسنت بارك الله عليك بصرة نسول فاطمة فاطمة أشفنتي في هذا الحديث النبوي الشريف نعم أستاذ فهمت أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجمال وكيحتنا نحب الجمال ونتصف به في أقوالنا وأفعلنا تبارك الله عليك فاطمة فعلا كيف ما قلت مشاهدنا فاطمة صحيح أن الله جميل الصفات فصفاته جل وعلا كاملة لا نقص فيها ومعنى كلمة جميل في الحديث النبوي الشريف لقرناه الآن على الشاشة ديالنا أي محسن يحسن لعباده ويتكرم عليهم سبحانه بنعمه وعطائه الآن سنرى كلتم ستطلب مني كلمات تفضلي كلتم نعم أستاذ مني عمل اللي نعم الله بها علينا هو جمال الطبيعة سنحافظ عليها ومعنى مخصناش نديرو شي شي تصرف غير لايق مع الطبيعة تبارك الله عليك صحيح فالجمال اللي يحيط بنا من كل جانب سنقدروه ونحسب قيمته ونحافظ عليه ونحن بسلوكاتنا وأفعالنا وتصرفات ديالنا يمكن نضيف قيمة جمالية على الأشياء أو الأماكن أو حتى الأوقات اللي كنقضيوها مع الناس الآخرين إذن الآن سننتقلوا نشوفوا أول تعليمة ديالها الوضعية ديالنا اليوم إذن الآن سنطلب من آسيا تقرنناها التعليمات فضلي آسيا نعم أستاذ انطلاقا من النص انطلاقا انطلاقا من نص الوضعية ومن مكتسبات وبينوا أن النظافة أساس الصحة وجوهر الجمال طيب ما نطلب مننا في هذه التعليمة آسيا نعم أستاذ نطلب مننا أننا نبينوا أن النظافة أساس الصحة وجوهر الجمال طبارك الله عليك آسيا إذن صحيح هذا هو مطلوب مننا وش كون يبضح لنا أكثر تفضلي أمينة نعم أستاذ النظافة أساسية في حياتنا وإلى ما حافظنا شعليها كتنتشر الأوسخ والميكروباس وهات الشي كيؤدي انتشار الأمراض ومشاكل بيئية طبارك الله عليك فعلا كلامك صحيح كلامك صاميم مشاهدينا الكرام نظافة من الأمور الأساسية للابدأ من الحفاظ عليها باش تستمر الحياة آمنة دون مشاكل صحية وبيئية نشوفك أسيا بغي تخلي شي كلمة تخضلي أسيا نعم أستاذ لك كل ما حولنا نظيف كنحس براحة نفسية وطاقة إيجابية طبارك الله عليك كلامك فصاميم كل ما كان مكان نظيف وحويجنا نظيفة والمحيط دينا نظيف كنحس بطاقة إيجابية فالنظافة مشاهدينا عندها أطر بالغ على صحتنا الجسدية وذلك بحماية الجسم الأمراض وعلى صحتنا النفسية كذلك لأنها كتعطينا شعور بالراحة كيف مقلت لنا أسيا واخا كنشوف بصرة بغت تخلي شي حاجات فضي بصرة نعم أستاذ النظافة هي أساس جمال الأشياء حين ما يمكنش نشوفه الأشياء حين ما يمكنش نشوفه الجمال في الأشياء المتسخة والغير النظيفة أحسن تبارك الله عليك إذا كنشوف الأشياء متسخة ومنقياش والمحيط دينا كذلك طبعا لحين ما غاديش نحسوه بالجمال تبارك الله عليكم كنتمنا كذلك من المشاهدات والمشاهدين يتبعونا في البيوت ديناهم يتفعلوا مع هذه الأسئلة دينا إذن هذا الشيكام اللي قلناه غادي نجمعوه على شكل خلاصة لغادي الظهر أمامنا على الشاشة النظافة قيمة ضرورية في حياتنا وبالحفاظ عليها نحافظ على صحتنا الجسدية والنفسية وعلى مظاهر الجمال والأناقة في كل ما يحيط بنا إذن الآن غادي نطلب من فاطمة تعود تقرأ لنا هذ ننفهم دي النظافة وبطبع هذا الشيكام لنقشنا بنتنا قبل قليل فضل فاطمة نعم أستاذ النظافة قيمة ضرورية في حياتنا وبالحفاظ عليها نحافظ على صحتنا الجسدية والنفسية وعلى مظاهر الجمال والأناقة في كل ما يحيط بنا أحسن في كل ما يحيط بنا والآن مساهدنا غادي نطقلوا نشوفوا التعليم الثانية لكي تظهر الآن أمامنا على الساسة ولغادي نطلب من كل توم تقرأ لنا هذ التعليم تفضلي كل توم نعم أستاذ أتحدث عن عواقب أداء الطرقات أداء الطرقات أعيبي أداء الطرقات أداء الطرقات جيد إذن أتحدث عن عواقب أداء الطرقات تفضلي كل توم كلي ناش مطلوب من هذ التعليم نعم أستاذ مطلوب مننا أن تحتوه على عواقب الطرقات وآداء الأداء يمكن تسببه طرقات إلى ما أحطر منها طريق وما أحطر منها القانون دي الطريق بطبيعة الحال وما أطينها للطريق الحق دي لها طبيعة الحال يمكن تسببها في شيء في آداء وعواقب وخيمة تبارك الله عليك كل توم والآن سنسوي الآسية أشنو كنقصدوه بأداء الطرقات نعم أستاذ أداء الطرقات هي الحاجات لكي تسعدي الناس في الطرق نشوفوش كن يعطينا أمثلة تفضلي أمين أعطينا شي ميتان نعم أستاذ بحل كرمي شي حاجة مؤدية في الطريق شوك أو جج أو أزبال وغيرها شوك أو ماذا أو أزبال وغيرها أو غيرها أحسنت فعلا مشاهدين فأداء طرقات هو كل ما يؤدي المارة كرمي القمامة والأوساخ والحجارة وغيرها في الطرقات وكذلك السخرية والاستهزاء وذكر عيوب المارة وغير ذلك ومن أداء الطرقات كذلك عدم احترام قانو السير لكي تسبب لا صمح الله حوادث تؤدي الناس وكتخلف مجموعة من الضحايا وقد تكون عواقب خطيرة نشوفو الآن من المشاهدين دينا شو كن عنده شي آية قرآنية أو شي استشهاد على هذا الخصوص وهذا المعنى اللي كان نضرو فيه وغد نشوفو خالد فضل خالد نعم الأستاذ كين واحد حديث تقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه أحسنت المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه تبارك الله عليك وشنو هي عاقبة من يؤدي الناس في الطرقات شنو هي العاقبة ديال من يؤدي الناس في الطرقات وغد يمسو الأسيات فضلي أسيات نعم أستاذ إذا الناس ظلم والله سبحانه وتعالى ما كيف يبغيش الظلم أحسنت تبارك الله عليك خصنا تجنبوا إداية الناس في الطرقات أيا كانتها الإداية ونتجنبوا أي عمل أو أي قول فيه إضرار بالآخرين لأن ذلك فيه إتم وهذا الشي اللي نقشناه نجمعه في هذه الفقرة اللي غد يظهر أمامنا على الشاشة بمعنى أدى الطرقات أشكال قصدو به إذا اللحظوا معنا أدى الطرقات هو كل ما يؤدي المارة في الطريق ويعرضهم للضرر والمخاطر كرمي الأوساخ والحجارة وعدم احترام قانون السير وغيرها من السلوكات المؤذية إذا المشاهدة بعد ما قرنا هذه الخلاصات غد يطلب من الأسية تقرننا هذه الخلاصات ونفهم لأدى الطرقات فضلي أسية أدى الطرقات هو كل ما يؤدي المارة ما يؤذي ما يؤذي المارة في الطريق المارة في الطريق المد المارة في الطريق ويعرضهم للضرر والمخاطر كرمي الأوساخ والحجارة وعدم احترام قانون السير وغيرها من السلوكات المؤذية 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 السلوكات المؤذية كنقصت بها أي تصرف سواء كان قولا أو فعلا كتأذي به الآخرين طبارك الله عليك أسية كنشوف أمينة بغير تطلب مني شيء تدخل تفضلي أمينة نعم وأستاذ شنو هو الجزاء ديال الإيماطة الأدى من الطريق طبارك الله عليك أمينة هاد السؤال ديالك غير نجاوب عليه من بعد ولكن جاوب لي أشنو هو التعريف والمفهم ديال الإيماطة الأدى عن الطريق نعم وأستاذ ينحيد كل حاجة اللي كتأدي الناس في الطريق طبارك الله عليك فعلا إذن الآن شكوني جاوب أمينة على السؤال ديال هالي طرحاته في الأول اللي هو الجزاء ديال الإيماطة الأدى تفضل خالد نعم أستاذ إيماطة الأدى عن الطريق سبب غفران الدنوب ودخول الجنة تبارك الله عليك خالد فعلا مشاهدين كيف ما اسمعنا من خالد أنه إيماطة الأدى عن الطريق من الأعمال البسيطة ذات الأجر والتواب العظيم وكيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصنى شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له هاد الحديث حديث متفق عليه إذن الآن هاتشي كامل يقولنا ولغادي نشوفو الخلاصة ديالو على الشاشة ولغادي نطلب من البصرات قرر لنا هاد الخلاصة فضل بصرة نعم السد إيماطة الأدى عن الطريق سبب لغفران الذنوب ودخول الجنة أحسنتي تبارك الله عليك إيماطة الأدى عن الطريق سبب لغفران الذنوب ودخول الجنة إذن كيف ما كتشفو أن العملية كتبنينا بسيطة كتبنينا بسيطة كتبليك العملية بسيطة ولكن عند الله سبحانه وتعالى عنده واحد الأجر عظيم سبحانه جل وعلا إذن الآن غد انتقلوا مشاهدين الكرام وكذلك المستفيدات والمستفيدين بينا غد انتقلوا سوفو التعليمات الثالثة إذن التعليمات الثالثة ولغادي نطلب من فاطمة تقرر لناها التعليمات فضلي فاطمة نعم أستاذ أعبر عن موقفي من السلوكات الآتية بكتابة أوافق أو لا أوافق أتأمل إبداع الله في الكون لأرتقي بدوقي أهتم لأرتقي بأرتقي بدوقي أهتم بنظافة بيتي ولا أبالي بنظافة محيطي أنمي قدراتي لأبدع في عملي أنظم أوقاتي وأرتب أولويتي أولوياتي أولوياتي تبارك الله عليكم إذن الآن المشاهدين بينا وكذلك المستفيدات المستفيدين بينا اللي مطلب منا فهد النشاط أو فهد التعليم هو أننا نجوض أوافق أو لا أوافق وكيف ما كتشوف عندكم على الطاولات ديركم عندكم لفتات لها فيها أوافق ولفتة في نفس الوجهة أخرى عندها فيها لا أوافق إذن الآن غد نبدأ بالجملة الأولى لهي أتأمل إبداع الله في الكون لأرتقي بذوقي إذن اللي مطلب منا هو أننا واش هات السلوك احنا متفقن عليه أولا ما متفقينش إذن مهل التفكير أرفعوا اللافتة أقولوا لي واش انتم متفقين على هات السلوك أولا لا بفضله يلا أتأمل إبداع الله في الكون لأرتقي بدوقي وكنت منك كذلك من المشاهدات والمشاهدين التي تتبعونا في البيوت ديالهم يدفعوا معنا مع هات التعليمة إذن الآن أرفع وافق طيب وغضي يمشي عند أسية أسية عشان هو الجواب ديالك وافق أستاذ مهم علش قطيم موافقة على هات السلوك مهم نعم أستاذ من اللي كنشوفه مخلوقة الله البديعة كيجد إحساسنا بقيمة جمال الكون مهم وكيرتقي دوقنا أحسن طبارك الله عليك كيف ما كنشوفه في الكون أن الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات متعددة بأصناف وأشكال مختلفة وكل هاتشي كي يبينوا واحد نوع ديال الجمالية مشاهدين الكرام فالله سبحانه وتعالى خلق صور الجمال في الكون هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته والحق سبحانه يدعون للتأمل وتضبر مظاهر الجمال في الكون وباش نرتاقوا بأدواقنا وأقوالنا والتصرفات ديالنا الآن مشاهدين غد نكتبون وضعوا كلمة ووافق كما جاوبنا المستفيدات والمستفيدين ديالنا وكانت منه كذلك احتنتم تكنوا وصلتوا لجواب الصحيح والآن غد انتقلوا الجملة الثانية اهتموا بنظافة بيتي ولا أبالي بنظافة محيطي إذن الآن فكروا خدموه للتفكير وكانت منه كذلك من المشاهدات والمشاهدين يتبعونا في البيوت ديالهم يتفعلوا معها التعليمة إذن الآن رفعوا لفيتات ديالكم مش انتم موافقين أو ممتفقين شاي إذن لا أوافق طيب إذن الآن بعد ما شفنا لفيتات ديالكم تضح بأن أسيا وبمصرة وأمينة وكلتوم وخالد قالوا أنهم لا أوافق إلا فاطمة قال لنا أوافق إذن فاطمة كنت بتي أنك أوافق وهل تساطرين هالرأي أمينة لا أستاذ خاصة تكتب لا أوافق لماذا؟ لأننا لا يجب أن نهتم بأن نضافة البيوت ديالنا فقط يجب أن نهتم بأن نضافة الموحيد كذلك تبارك الله عليك أن الناس أو الإنسان يجب أن يهتم فقط بالبيوت دياله وينضف بيته فقط أما المحيط دياله والزنقة مثلا أو المحيط والحديقة دياله أنه ما يهتم بها يرمي القمامة ويرمي الأزبار كما يبغى لا سنهتم بالبيوت ديالنا ونحتفظ على نظافتها وكذلك الشوارع ديالنا والحدائق ديالنا والمرافق ديالنا إذن تبارك الله عليكم إذن الآن غادي نضع طبيعة الحال لا أوافق والآن غادي نمر السلوك أو الجملة الثالثة ونمي قدراتي لأبدع في عملي وعيد ونمي قدراتي لأبدع في عملي إذن خذوا مهلة تفكير كانت من كذلك من المشاهدات والمشاهدين يتبعونا في البيوت ديالهم أنهم يحاولوا يفكروا معنا ويتوصلوا لجواب الصحيح إذن الآن رفعوا لفيتة ديالكم واش انتوما متفقين ولا ما متفقين شاي مع هد الجملة أُنمي قدراتي لأبدع في عملي أها أسيا قالت أوافق كذلك بصراء أوافق أها جميل الآن غادي نعطي الكلمة لخالد خالد أشنه هو الجواب ديالك الجواب ديالي أُنمي قدراتي لأبدع في عملي ونكتبه قداما أوافق أوافق أعلش خالد لأننا باش نبدعو ونجدده في أي عمال لابد من نجتهده ونطوره قدرتنا تبارك الله عليك أحسن تخالد إذن الآن غادي نضعو كلمة أوافق وكنتبنا كذلك من المشاهدات والمشاهدين اللي تتبعونا في البويض ديالهم يسمعوا التعليل ديال خالد لأن الوقت فاشكن نهتم بالقرات ديالنا والمهارات ديالنا طبيعة الحال كنطور عفوا الوقت فاشكن نهتم بالقدرات ديالنا والمهارات ديالنا كنطور رحيتنا إلى ما هو أفضل إذن الآن غادي نمشي الجملة الرابعة الجملة الرابعة تقول أُنظم أوقاتي وأُرتب أولوياتي أعيد أنظم أوقاتي وأرتب أولوياتي إذا الآن حاولوا تقدموا لتفكير أشنا وسنتم متفقين مع هذه الجملة ولا ممتفقينش إذا الآن نرفعوا لفتت ديالكم أنظم أوقاتي وأرتب أولوياتي نحن سيد بصرى أمينة كلتوم فاطمة خالد إذا الآن تفضلي بصرى نعم أنظم أوقاتي وأرتب أولوياتي سنكتب قدامها أوافق لأن النظام قيمة ضرورية في حياتنا سننظم أوقاتنا ورتب أولوياتنا لأمور لضرورية نسبقها على الأمور للمشي ضرورية أحسنت يا بصرى أحسنت لكي نجحوا في حياتنا بطبيعة لحد مشاهدينا الكرام النظام أساس النجاح في الحياة والحياة بلا ترتيب وتنظيم ستتعممها الفوضى والعشوائية وأكيد أن المجتمعات لمبادئها النظام كتوصل درجة كبيرة من تطور الرقي وغضي نضع كلمة أوافق في القناة الأخيرة وبهذا نكون توصلنا إلى الجواب النهائي ديالهات التعليمة وكنتمنى من المشاهدات والمشاهدين لكي تبعونا في البيوت ديالهم يتوصلوا نفس الجواب إذا الآن هاتشي كامل نقشناه وهو اللي غضي يظهر على شكل خلاصة في الشاشة ديالنا إذا الآن هات الخلاصة هي هكذا يحتاج الإنسان إلى النظام في تدبير كل شؤون حياته في تحديد واجباته وحقوقه وفي الالتزام بمسؤولياته واحترام مواعيده وذلك لتحقيق النجاح والتميز فضل فارط ماقراني نهد الخلاصة نعم أستاذ يحتاج الإنسان إلى النظام في تدبير كل شؤون حياته في تحديد في تحديد في تحديد واجباته وحقوقه وفي الالتزام وفي الالتزام وفي الالتزام بمسؤولياته واحترام مواعيده وذلك مواعيده مواعيده وذلك لتحقيق النجاح والتميز طبارك الله عليك فاطمة إذن الآن المشاهدين والمستفيدات والمستفيدين دينا وصنا الفقرة اللي دائماً كنختم بها الحلقة دينا اللي هي الفقرة ديال الالتزامات والرسائل إذن نشوفوا واش عندكم ش الالتزامات والرسائل يمكننا نتصل لها في نهاية هذه الحلقة وغادي نسول كلتم فضلك كلتم نعم أستاذ خصنا نحفظه على النظافة وجمل بيئتنا طبارك الله عليك كلتم أحسنتي صحيح فلابدأ مشاهدين نقدروا مضاهي الجمال ونحصوا بقيمته ونحطفضوا عليه كنشوف كلتم غادي شيء كلمة تفضلي كلمة تفضلي كلمة تفضلي عفوان آسيا نعم أستاذ بالحفاظ على بيئتنا كنحميه نفسنا وكنحميه الأخرين أحسن تبارك الله عليك من خلال تدخلات ديالكم كنستخلصوا بأننا أول الالتزام خصنا نلتزمو به جميع وخصنا نسول كلهم صغار والكبار يلتزمو به في النهاية ديال هذه الحلقة هو أننا خصنا نحتفظوا على البيئة ديالنا وهذا الالتزام هو اللي غادي نحطبوه على الشاشة ديالنا فلنحرس على أن يبقى محيطنا جميلا يصر العين ويشرح الصدر ويحفظ الجسد إذا بعدما شفنا الرسالة الأولى والالتزام الأول غادي نمشي وعند خالد خالد عندك شينتزام أو شين رسالة أخرى يمكنك تفيد بها نعم أستاذ الرسالة اللي بغيت نقدم هي أن النظام ضروري في حياتنا ولما كناش منظمين غادي نتخبطه في الفوضى والعشوائية تبارك الله عليك خالد فعلا مشاهدنا نظام ركيزة أساسية نظام أساسي كي يستر وقتنا وكي يستلينا وكي وفقنا في الحياة بشكل طبيعي وكالمرسوحياتنا بشكل سالس وهذه الرسالة هي اللي غادي نشوفها أمامنا على الشاشة النظام ركيزة أساسية تسير وفقها الحياة بشكل طبيعي وسليم إذا الآن غادي نتقلوا نشوفوا فاطمة واش عندها شي رسالة ولا شي التزام آخر فضلي فاطمة نعم أستاذ الرسالة ديالي هي أننا نحاول ننزح كل حاجات تسبب الأدى لغيرنا سواء كانت أدى في طريق أو كلام جارح أو أي تصرف سيء تبارك الله عليك فاطمة أحسنت وهذه الرسالة لإعطيتنا فاطمة هي رسالة طربوية وهي لغادي نعرضها على الشاشة ديالنا فلنحرس على إزاحة كل ما من شأنه أن يؤذي غيرنا حسيا كان أو معنويا أحسنت من لحو احتشي حاجات أدي الناس في طريق؟ من قول احتشي كلمة جرح الناس الآخرين؟ من دي لحو احتشي تصرف يسيء وكين قسم القيمة لآخرين؟ تبارك الله عليكم إذن هذه هي أهم الرسائل والتزامات لتوصلنا بها في نهاية هذه الحلقة وقبل ما نختم الحلقة غابين طلب من أمينة تقرنينها لإنتزامات الرسائل تفضلي أمينة نعم أستاذ رسائل والتزامات فلنحرس على أن يبقى محيقنا جميلا يصر العين ويشرح الصدر ويحفظ الجسد النظام ركيزة أساسية تسير وفقها تسير وفقها الحياة بشكل طبيعي وسليم فلنحرس على إزالة إزاحة كل ما من شأنه كل ما من شأنه أن يؤذي غيرنا حثيا كان أو معنويا تبارك الله عليك أمينة إذن كنشق المستفيدات والمستفيدين دينا لتفعلوا معنا في هذه الحصة وفي هذه الحلقة وكذلك المشاهدات والمشاهدين لكي تتبعونا في البيوت دي لهم إلا بغيت تشاهدوا هذه الحلقة مع لكم تبعوها إلا على الرابطين الإلكترونيين لكي يظهروا الآن أمامكم على الشاشة أو على قناة السادسة إلى هنا مشاهدين وصلات الحلقة دينا إلى نهايتها ما بقى لي إلا ندعكم على أمل لقاء بكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا